اهلا بكم يا جماعة ومعاكم ماريو جميل وانت بتشوف الفيديو ده على قناة الدكتور المنح فالفيديو ده هشرح طريقة التقديم على منحة مقدمة من جامعة الامارات العربية المتحدة في دولة الامارات والمنحة دي ممتازة والتقديم عليها سهل وبسيط تابع معايا شرح الفيديو طبعا زي ما احنا ما متحوضين قبل ما ابدأ شرح طريقة التقديم خلينا نعرف مع بعض هي مميزات وتفاصيل المنحة دي ويا ريت في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرا واشترك في القناة واتفعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنحة هنيجي ننزل مع بعض هنا بتفاصيل المنحة زي ما قلنا الدولة المستضيفة هي الامارات والجهة المنحة واسم الجامعة جامعة الامارات العربية المتحدة المراحل الدراسية اللي بتغطيها المنحة دي الماجستير والدكتوراه ويمكن لجميع الطلاب من كل دول العالم وجميع الطلاب العرب ان هم يقدموا على الفرصة دي كمان مش بتطلب منك سن محدد التعليم على المنحة واخر معدل التعليم هيكون واحد تلاتين يناير عشرين واحد وعشرين في هنا بعض المرحوظات الهمة لو انت عايز تقدم بنفسك انت بتتابع خطوات الشرح موجودة في الفيديو ده لو انت عايز تقدم من خلالنا فده بيتم عن طريق انك بتملق خاص بنا ولا بيتلاقي اللينك بتاعه موجود في الديسكريبشن اسفل الفيديو ده وانجارة ما بتملق احنا بنتواصل معكم مباشرة وللاشتراك في جروباتنا على الفيسبوك او الواتساب والتليجرام بتلاقي اللينك موجود في سندول وصف اسفل فيديو او موجود في الخاص بنا من هنا هنا هنيجي مع بعض للتخصصات المتاحة هتلاقييني هنا انا سايب لك جميع التخصصات اللي بتغطيها من حيث جامعة الامارات العربية المتحدة هتلاقييني انا كاتبهم لك هنا انت ممكن ترون من هنا في جميع التخصصات اللي بيرغبها جميع الطلاو بيسأل عنها هتبص فيهم هتلاقيهم موجودين هنا كل حاجة بالنسبة للمسطر مكتوب عندها بالنسبة للدكتوراه مكتوب وكمان هتلاقي كل التخصصات دي من خلال التقديم لما نيجي نفتح ونشرح مع بعض بتاعنا هنيجي ننزل هنا المميزات المنحة دي بتغطي لك جميع تكاليف الدراسة بتوفر راتب شهري بتوفر التأمين الصحي كمان بيكون فيه رواطب اضافية ده على حسب البحث اللي هتكون به هناك بالنسبة المستندات المطلوبة انا كاتب لك هنا الحاجات المطلوبة منك اكباري والحاجات المش مطلوبة منك بشكل اكباري يعني هو طالب منك بانت درجات بتاعك بشكل اكباري طالب منك كسيرة ازاتية بشكل اكباري بنسبة لشهادة اللغة الانجليزية لو معك بترفقها لو مش معك عادي جدا شهادة خبرة عمل لو انت اشتغلت بترفق له شهادة خبرة ولو ما اشتغلتش خلاص بتسيبها فاضية بالنسبة لشهادة التخارج دي اكباري لازم ترفقها. صورة من جهاز الصفر والصورة شخصية بخلفية بيضة دي برضو اكباري لازم ترفقهم. كمان طلب منك خطابين توصية دولا بشكل اكباري. كمان طلب منك شهادة الامان. وشهادة الامان هو مدهالك باللغة العربية واللغة الانجلزية. انا سعيب لك هنا منها نسخة باللغة العربية. انت بتضغط عليها وبتبدأ تملك كل البيانات الموجودة هنا. دي معلومات شخصية عنك انت بتبدأ بترفقها. سهلة بسيطة باللغة العربية. مش محتاجة توضيح ولا حاجة. لو عندك اي استفسار بشأن الورق دي ممكن تسيبه في الكومنتات هنا هرد عليه. طيب هني يجي دلوقتي ندخل مع بعض على الموقع الرسمي للتعديم على المنحة. هنضغط هنا تفتح معنا الصفحة الرسمية الخاصة بمنحة جامعة الامورات العربية المتحدة. زي ما انت شايف معي هنا الاسم. هتيجي معي هنا انت عايز تفتح طبعا هنا في كل المعلومات عن المنحة لو انت عايز ترام تاني. ممكن ترام بس عشان ما تقولش عليك وقت الفيديو. ندخل مع بعض على هنضغط عليها. بتفتح معاك طبعا الصفحة دي. انت بتيجي هنا تضغط على علشان تعمل جديد على المنحة دي. بتيجي هنا تكتب بتاعك بتكتبه من حروف واركام بتكتب هنا بتاعك وبتكتب باسورد مرة تانية. وبتضغط على بعد كده هتيجي للصفحة الخاصة اللي احنا فتحناها اول حاجة. هتدخل بتاعك هنا اللي هو كلمة السر بتاعتك وبعد كده هتضغط على هيفتح معاك بتاعك بالشكل ده. طبعا انت علشان اول مرة تقدم على المنحة دي هتضغط انا هنا كنت باملأ في الموصر وابليكيشن في الدكتوراه قبل ما اشرح لك تريط التعديم على المنحة دي. في ملحوظة بسيطة ومهمة بالنسبة لكم عايز اوضحها قبل ما نكمل شرح بتاعنا. في المنحة دي في موصر ودكتوراه زي ما قلنا. طيب لما بتيجي تقدم على مرحلة الدكتوراه اللي هي هو مش بيطلب منك رسوم يعني انت بتقدم من غير اي رسوم خالص لكنه انت بتقدم للموصر بيكون طالب منك رسوم ورسوم دي بتختلف من تخصص للتاني. يعني مسلا هنا لو جينا نفتح مع بعض اللي قد تقدم فيه اللي هو تابع الموصر هنضغط عليه هنا هتيجي معايا هتلاقي هنا طالب منك لازم تتفحى عشان هما يروع بتاعك. طيب لما هنيجي مع بعض اللي اللي هو البرنامج بتاع الدكتوراه اللي انا كنت بقدم عليه اللي هو هنضغط هنا عليه هيفتح معنا هنا الصفحة بتاعت طبعا هنا هو مش طالب منك فيه. فاحنا لازم نخلي بالنا ان هو بالنسبة للموصر بيكون طالب فيه وبالنسبة ليه الدكتوراه مش بيكون طالب منك فيه. طيب بيعتبر ان انت اول مرة تملى هتيجي هنا تضغط طبعا على هيفتح معك الصفحة دي بتيجي هنا في طيب بتفتح السهم. بتبدأ تختار البرنامج اللي انت عايزه من البرامج دي. طبعا هو هنا كتب لك وهنا الدكتوراه كتب لك تختار اللي انت عايزه مسلا اختار بعد كده هنضغط على بعد كده هنا بيقول لك انت عايز تبدأ امتى بتاع عشرين واحد عشرين ولا فول عشرين واحد عشرين فانت هنا بتبدأ تختار بتكتب اسمك بتكتب اسمك الرابع بعد كده بتضغط على بعد كده بيدخلك على الجزء ده طبعا احنا مطلوب اننا نملك كل الحاجات دي. هنيجي الاول حاجة وهي. هتيجي هنا معي فيه. طبعا احنا اخترنا المجال الاساسي من برة. هنيجي هنا نشوف الفروع الموجودة فيه. هنلاقي الفارع ده الوحيد الموجود في التخصص اللي احنا اخترناه. هنيجي نختاره. بعد كده هنضغط على بعد كده هنا بيقول لك انت بتيجي بتفتح تختار انت عايز اي جزء من دولار في دي مسلا اختار بعد كده هتضغط على بعد كده هيجي لك الجزء ده. انت هنا مطلوب منك ان انت تكتب اسمك الرابع زي ما موجود في الفاسبور واسمك انت زي ما موجود في الفاسبور. لاحس تكتب اسم والدك هنا بتكتبه لو مش عايز خلاص بتسيبها فاضية. اي حاجة معمولة على النجمة الحمرة دي انت لازم تملاها. بعد كده هتضغط على بعد كده هيدخلنا على الصفحة الخاصة هو طالب منك هنا تدخل الجنسية بتاعتك. طبعا انت هنا بتيجي تختار اللي هو انت مش مواطن اماراتي. بعد كده هنا بتكتب الايميل بتاعك وبتكتب الايميل مرة تانية. تيجي هنا تختار بتاعك سوى زكرة من انسة بتختار حالة اجتماعية سوى متزوجة ام اعزب. بعد كده هنا بتكتب تاريخ ميلادك. انت بتبدأ تختار هنا الشهر. بعد كده هنا اليوم. بعد كده هنا انت بتكتب السنة. بعد كده بتضغط على بعد كده بتيجي هنا بيقول لك اللي هي الدولة بتاعتك. انت هنا بتيجي بتفتح السهم وبتختار الدولة بتاعتك بتدور عالدولة بتاعتك. مسلا مصري يختار دولة الايجيبت. انت هنا برضو بتيجي تدور على الدولة بتاعتك وبتختارها. بعد كده بتضغط على بدخلك على الجزء الخامس في هو في انت بتكتب رقم الشارع بتاعك واسم الشارع. كما بتكتب هنا اسم الدولة بتاعتك بتكتب هنا المحافظة بتاعتك. طبعا انت بتفتح هنا مش بتلاقي الستة بتاعتك لان دي حاجات خاصة الموجودة في الامارات. فانت هنا بتسيبها فاضية بعد كده بتاعتك بتكتب اسم المدينة هنا بتدخل عجوجل بتكتب بوست الكود زي اسم المنطقة اللي انت عايش فيها بيضلع لك رقم بتكتبه هنا بعد كده بتكتب رقم تليفونك متنساش تكتب كود الدولة بتاعتك وانت بتكتب رقم التليفون بعد كده تضغط على هيدخلك على الجوز الخاص بالأكاديميك هستوري الجوز الخاص بالأكاديميك هستوري انت هنا بتيجي تكتب اسم الكلية اللي انت كنت بتدرس فيها بتكتب اسم المدينة. الدولة اللي كانت فيها كلية او الجامعة بتاعتك. بعد كده هنا انت بتكتب له بتاعك. بعد كده هنا بيقول لك فانت بتفتح السام بتختار انت حصلت على في اي تخصص. حصلت على في اي تخصص طبعا بتبدأ تختار من هنا. بعد كده هنا بيقول لك انت امت اتخرجت من الجامعة بتاعتك فانت هنا بتيجي تكتب تاريخ التخرج اللي انت اتخرجت فيه من الجامعة بتاعتك بالشكل ده. بعد كده هنا بيقول لك فانت بتفتح السهم وبتختار بتاعك كان ايه? بعد كده بتيجي بتضغط على لو انت كنت درست في اي كلية تانية او درست في اي كلية خارج الدولة بتاعتك. مسلا انا خدت سمسطر خارج الدولة بتاعتك. فانت هنا بتيجي تضغط على وبتبدأ تدخل بيانات عنها. لو لا خلاصة هذه انت بتضغط على وبتكمل بتاعك. بعد كده بتيجي في الجزء الخاص بال اللي هي الملفات او المستندات المطلوب منك ان انت ترفقها. هو هنا طبعا بيقول لك ان هو طالب منك شاد التخرج وبيان درجات بتاعك. طالب منك السيرة الزاتية. طبعا بالنسبة للطفل والنسبة للدكتوراه فهي مطلوبة بشكل اجباري. طبعا هنا طالب منك الباسبورت اللي هي صورة من جواز السفر بتاعك. طالب منك هنا بشكل اجباري الصورة الشخصية. طالب منك هنا اللي هو خطاب التوصيل او الخطاب التوصيل التاني. وهنا بالنسبة لي زي ما انا قلت لك هتلاقيها هنا موجودة اما باللغة العربية او موجودة اهو باللغة الانجليزية انا هفتحها لك هنا علشان انت تشوفها بنفسك. هي دي الفورم المطلوبة منك. سواء انت عايز تملاها باللغة الانجليزية وترفيقها او تملاها باللغة العربية وترفيقها عادي جدا مش هتفرق. بعد ما بتملاها بتيجي هنا وبطبعا وبترفيقها في الجزء الخاص طبعا لو انت عندك اي اوراق تانية من الاوراق اللي مش مطلوبة بشكل اكباري فانت بتقدر ترفيقها. طيب بعد ما بتخلص انت بتضغط على بعد كده انت بتعمل بتاعك. انا في بداية الشرح انا قلت لك ان شهادة اللغة الانجليزية مش مطلوبة بشكل اكباري. بالنسبة للدكتوراه بتكون مطلوبة بشكل اساسي. ولكن بالنسبة للمصر هي مش مطلوبة بشكل اكباري. يعني تعالى مع بعض نفتح اللي انا كنت بعملها في المصر ديجري. قدي الخاص بالمصر ديجري هنضغط هنا على اشهدين واحد عشرين. هيفتح معنا. طبعا كل حاجة احنا هنا مليناها. بنيجي في في المستندات المطلوبة. هيفتح معا اصطفعة خاصة بالمستندات المطلوب ارفاقها. هو هنا بالنسبة لازبات شهادة اللغة الانجليزية هي مش مطلوبة منك بشكل اكباري. يبقى بالنسبة للمصر هو بيطلب منك رسوم ومش بيطلب منك خيادة اسبات لغة انجليزية بشكل اكباري. بالنسبة للدكتوراه هو مش بيطلب منك رسوم ولكن بطلب منك شادة لغة انجلزية بشكل اكبار. وبكده انا اكون خلاصة شرح طريقة التقديم على منحة مقدمة من جامعة الامارات العربية المتحدة. دامنا ان الشرح كان واضح وبسيط ولو لسه عندك اي صفصار او اي سؤال ممكن تسيبه في كومنت او انا ارد عليه. اريد في نهاية الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتعمل سبسكرايب واشتراك في القناة وتفعل الجرس عشان تتابع معنا كل ما يخص المنح. وشكرا. اشتركوا في القناة